اشتركوا في القناة وققوا عددا من الموضوعات والقضايا ذات الشأن المحلي واستعراض الجهود المبدولة لدفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد نحو تحقيق المزيد من الاهداف الوطنية المشهودة واكد جلالته رعاه الله على اهمية نتائج اجتماع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله مع معالي السر كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة وارلندا الشمالية ودوره في توطيد العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات واعرب جلالة الملك المعظم عن الفخر والاعتزاز بالانجازات الحضارية التي تحققها المملكة بفضل جهود ابنائها الذين اثبتوا في اكثر من ميدان انهم قادرون على الابداع والتميز والمنافسة اقليميا وعالميا كما اعرب جلالته وايده الله عن شكره لكل المهنئين بمناسبة تتويج فريق مكلارين وفوزه بالمركز الاول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا والسيارات في انجاز دولي جديد يضاف الى سجل انجازات مملكة البحرين الحافل في المحافل الرياضية لسيما في رياضة سباق السيارات والذي جاء ليؤكد ويرسخ المكانة الرفيعة للمملكة وسمعتها المرموقة على خارطة الرياضات العالمية وفيما يتعلق بتطورات الاحداث الجارية في منطقة الشرق الاوسط والاوضاع المستجدة الاقليمية والدولية اكد حضرة صاحب الجلالة في هذا السياق اهمية وقف اطلاق النار في قطاع غزة لوضع حد للمعاناة الانسانية في القطاع وانهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة توسع نطاق الصراع مشددا جلالته على ضرورة ايجاد افق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على اساس مبدأ حل الدولتين باعتباره السبيل لاجاد مستقبل امن لشعوب المنطقة والحفاظ على الامن والسلم الاقليميين ترجمة نانسي قنقر